نحاول نتكلم على الطريق التي تفتحها جديدة وتخلق واحد من المشاكل بالنسبة للعربات خاصة على نطاق إعطاء الأسباقية وهذا الشيء يجعل الغياب التشوير الأفقي وكذلك التشوير العمودي الذي يقدر يحد من المشاكل التي تخلقها على الطريق لأنها بدأت تعرف وحد نسبة مرتفعة من الحواديث بالخصوص ما بين العربات خاصة ما بين السيارات والحفيلات والشاحينات لأنك تعرف واحد تدير واقع من المروضة للعربات إذن لازم على الناس المعني بالأمر تسعمل واحد تشوير ليحد من هذا الحواديث كراجل وكسائق من هذا الممر هذا كاللاحظو أنه كان غياب غياب كبير ديالتشوير وحتى الناس هنا ما كانت تحترمش قانون سيري أنا أصلاً ما كانش قانون ما كانش قانون لا هذا الديبانو ديالتشوير الطروقي لا على ما تقيف لأن الطرق هذه بحكم أنها طريقة جديدة إلا تحددت تحددت هذه واحد تلت شهور تلت شهور بشولات يعني الغريب هما أنهم بدأوا تشجير قبل تشوير يعني ما كانش تشوير طرقي ما كانش إنارة يعني حتبليل رأى كتوقع بعض الأشياء رأى الله يحفظ ويومياً يومياً 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 حوادي تسير مسألة رأى بسيطة جداً غادي يوضعوا لنا على ما تقيف باش قاع اللي جاي من هالتقاطع هذا أولا ضوء أحمر إشارة ضوئية لي باش كل سائق غادي عرف ما له وما عليه وكل واحد غادي تحمل مسؤوليته في هاد الموضوع هذا تقاطعوا اللي إحنا في دابا رأى وقعوا فيها حاودي تسير خطيرة جداً غير في الأسبوع الفريطين إذن من طبيع الحال كان نتمنى والسلطات تنتبه لدى النقطة هذه لأن أي طريق كتفتح سيكون مواكبة دي التشوير على جميع مستوى الطرق مثلاً كي نتلك الطريق البحرية الساحلية لفرباط تلك وقعوا فيها حاودي تسير مميتة بزاف كان ناشدوا السلطات يعني فالنقطة تكون واضحة وصريحة ولكن مع الأسف كنلاحظوا بأنه ما كنشو واحد مواكبة دي التشوير إذن هنا السائقين كي بدي يحتاكموا العشوائية العديد منهم يعني كي بدي إنسان كي ولي شي كي يدبز معاشي في غياب تشوير ناك نعرفون أن تشوير ولكي يعطينا سيولة في حركة السير باش كي يعطيوا واحد واش الأسباقية ديالو ديالو ديال الاخرين إذن الحبادة للسلطات اللي انتبهت هذه النقطة لأنها مهمة بزاف بحكم أنني كمواطنين وكنسكن بهذه المنطقة فكنشوفوا مجموع عمل الإصلاحات من بينا هالطريق اللي كي ندابه هي طريق مزيانا وسهلت المرور ولكن كان واحد الإشكالية اللي كي نهيه في مشكلة تشوير الطرق كالقو أننا غياب الإشارة المرور كذلك غياب ممر الراجلين وهذا يؤدي خطر ببيع المواطنين وبالتالي كتكون حوادي تصير كثيرة ما تنساش تابونه فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هز براس موسيقى 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 موسيقى